اقول له طب يعني انت بتكسر انا اسف اقول له طب يعني طب ليه طب افرد مش انا بتكسر علي فيه فيه مستوى تفكير ومستوى المفروض كل البناء قدمين يبقوا عليه مش موجود يعني في انجلترا مثلا لغاية النهاردة يا فان بتروح تلاقي في التلفزيون حاجة باعلان بيقول بليز ثانكيو يعني لو سمحت وشكرا على اساس ان الاطفال يشوفوا الكلام ده فيتذكروا مع ان كل اللي في الشارع ما يقافش غير لما يقول لك بليز عاوز حاجة وثانكيو ده موجود عندهم ولكن في حملة في التلفزيون عشان الاطفال يرسخ هذين القيم والكلمات احنا ما عندناش شكرا ولا عندناش منفضل لا احنا عندنا قموص تاني خالص ما ينفعش نقوله يعني حتى احنا 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 انا اللي زعلان منه دلوقتي ميش الوسط لان انا 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 شفت ان ده دف جميع المهن وجميع الاناكن في مصر انت حزين شايف انه نمط المجتمع في مصر اختلف وتغير التفكير المصري اختلف الهوية المصرية اختلفت حبنا مع بعض اختلف خفنا على بعض اختلف ما بقاش هممنا غير كل واحد نفسه وخلاص ولا يمكن ان اي حاجة ان شاء الله مش بلد اي حاجة بتتعمل لا يمكن بني قدم يعملها الواحد ولازم يبقى في مجموعة في شركة في محل في لازم الناس دي تبقى قلبها على بعض تحب بعض تحب اللي هي بتعمله علشان ينجح احنا عندنا ناس بتشتغل شغلانة علشان لقوا نفسهم في الشغلانة دي وبس اه انه يعني وجد في العمل ده بيشتغل اه باشتغل لان لو ما اشتغلتش يمكن ما لاقيش لقمة العيش اخر الشهر كل ده بلد بس هل ده يخليك فعلا التعبير اللي انت بتقول يعني بعض يتخيلني هشام سليم يعني الجميع يجمع عليك يعني انت مش شخصية اللي هي تصحى تختلف وتصطدم لا انها يعني بيتوتية البعض يعتقد لا انك يعني شبكة علاقات اجتماعية وبالتالي هنا يعني فكرة انك تحب العزلة والبيت اه انا احب العزلة والبيت دلوقتي ومن عشر سنين فاتوا بقى لك عشر سنين كده تقريبا ولكن زمان اه طبعا كنت بازهر وباخر وبتفسح وبنبسط وكل حاجة وايه اللي عمل هذا التحول اه يمكن انا كبرت طبعا ما بقيتش ما بقيتش زي زمان ما عنديش القوة ان انا افضل صهران مثلا غادة الساعة اربعة الصبح وانزل اشتغل الساعة عشر الصبح ما انفعش اه وزي ما بيقولوا عقلت شوية ارجو ذلك ارجو ذلك يعني مرحلة تقولها كان فاتش كتير اه طبعا اه طبعا زي اي شباب وده اللي احنا نقصنا اه احنا بنقيد الشباب بحاجات كتير قوي منها الدين اه يعني ربنا سمح لنا ان احنا نقول اشهده قال لا اله الا الله واشهده ان محمد رسول الله بقلبنا واحنا بنتغرر قبل ما نموت اه في ناس النهاردة بتقول عليك كافر وعاوزة اتموتك قبل ما تديلك حتى الفرصة دي يعني مصيبة اه يعني حتى ما عندهاش الرحابة الصدر انها تديلك اي فرصة مش رحابة صدر ده ربنا بيقول كده انت لك الحق انك تشهد وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانت بتتغرق قبل ما تتغرق هو مش مش راضي بتكلامه ويقولك لا الحديث هو اللي اللي مهمة مش الكلام ربنا اه اه انت شايف انه فيه اه موجة التكفير والارهاب باسم الدين واستخدام الدين عمال على بطالة بتأثر على الشباب بتأثر على تفكير الشباب بتأثر على فتح مخ الشباب بتأثر على انه اه 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 يقول فيه ثقافات تانية انا اقدر استفيد منها مش ضروري اخد الوحش اللي فيها ولكن اقدر اخد الكويس اللي فيها احنا ما عندناش كده احنا كله حرام وعيب وما يصحش و و و و كله اه ممنوعات يعني الناس اه تحيطك دائما بممنوعات باسماء مختلفة الجيل بتاعنا مش عاوز الجيل التاني يطلح ثويء او يعيش حياته بيوقفه وانا بغلط مع عيالي في كده ان انا شايف ان لأ المفروض ما يبقاش كده لان انا اتربيك كده لازم نفكر يعني اخطأت احيانا في انك لم تفهم عقلية جيل جديد حتى من يعني بناتك وحاولت انك تفرض عليهم اشياء اه طبعا اه طبعا وكلنا بيحصل لنا كده اه انا حصل كده مع ابويا وابويا حصل كده مع جد ومع جدي انا لسه هغوصف اكيد اه خليني في دي يعني صالح سليم الشخصية الجادة الحازمة الصارمة اه اه رب تشام سليمي لزاي بحازمه وصرامة الى سنة الاربعتاشر سنة تقريبا يعني انا ابويا يمكن النهاردة انا باختلف مع ناس كتير قوي عن موعيد انا ابويا كان بيحاسبني عد ديئة عد ديئة عد ديئة يقول لي احترام معادك هو احترام نفسك قبل ما تحترم غيرك اه ده احنا عندنا الموعيد المصري يقولك يعني لو واحد يديك معاد سبعة يعني معناها تمانية ده كويس لو قالك سبعة يقولك قبل بعد العصر او بعد المغرب او بعد الظهر او بعد بعد الظهر دي ممكن تبقى الساعة عشرة بالليل تبقى بعد العيشة كمان عشان ما هي بعد الظهر يعني صادح سليم في مواعيده حاسم وقصام في مواعيده في كلمته اه لما اجي اشرح له حاجة يقول لي ما تلفش والدور قول لي الحاجة على طول ما تشرح ليش وتحط لي اه تفرش لي بقى الفرشة و لا اه دغري وصريح وقول كذا وانا هقولك رأي اه وده بيكلفني كتير قوي لان انا بتعامل مع الناس كده فما بيفهموش كده هم عاوزين حضرتك وحبيبي وصحبي وفقراسي وبتاعه ولكن اصل الموضوع ونبتدي نتكلم انا ما تربيتش كده يعني البعض بيسميه الفاهلاوى يعني كن فاهلاويا يعني كل الكل الزبون يعني او حتى حاول انك تلف والدور وما انت بتقول تقلبه يا استاذ تقلبه تقلب الزبون انت اه تعلم انه تعلمت من صالح سليم بوضوح يعني خليك واضح مش ضروري اللف والدوران قول اللي نفسك فيه اللي انت مقتنع بيه واللي انت شايفه صح اقوله مش عيه كان عنيفا في التربية في المرحلة الاولى في الاول اه لان انا من البني ادمين اللي افتكر يعني ان انا وانا صغير كنت بين كل كتبة وكتبة اجدب كتبة انت كنت بتتنفس الكاذب بقى وانت صغير على طول بجزب لان كنت اصغر واحد في الاسرة في ابوي وامي واخوي اللي اكبر مني اه فانا لازم اشوف نفسي الاقي نفسي في حتها فكنت اجدب على دا واجدب على دا واجدب على امي عشان الاقي نفسي اه لانك انت الصغير الصغير فالدحلبة بقى اه اه دي صورتك ايف انت وانت في المدرسة ايوة ايوة وكنت فشل جدا في المدرسة كنت دخلت سنة قبل قبل سني فعنيت جدا في ابتدائي كنت على طول ملاحق وبتاع لغاية قوله سنوي لما سقت وبقيت دخلوك قبل السن وبالتالي بقى المستوى العلمي يعني فوق مستوى سنك استعابي كان اضعف من اللي موجودين يعني وكنت بتصعط ملاحق كتير اول ملاحق وبعدين سقطت قوله سنوي من اول مرة ما شاء الله ودي طبعا كان على طول علق من الوالد ولا لا لا بعد 14 سنة ما كانش فيه علق خالص لكن قبل 14 كان فيه ضغم كان فيه علقة واخر حاجة خدتها خدت منه قلم عشان كنت بهذر معاه وغزبا عني وقعته على سن الكنبة يعني اه بقى هزار وقعته فغزبا عنه ايده طلعت كده وخدت بعدي من غير ما افتح بوقي ورحت راحل وده بعدين هو جاي قال لي ما عليش غزبا عني دي مش قصدي كانت بس ريكشن يعني رد فعل يعني طلعب الصلح يا ما اكلنا ليه ما يعني مش هو ده اللي حيفت بس من الواضح ان العلاقة كمان زي ما فيها شدة وحاس بس فيها صداقة وحب ابويا كان اطيب بني ادم ممكن تعرفه في الدنيا اه قلبه ابيض زي البفتة اه ما قدرش اقولك اكتر من كده اه لانه احيانا البعض يتخيل ويا ما وقف جنبي في مواقف ولكن عمره ما كان بيقف في مواقف غير لما يشوفني انا تعبان فيه وبحاول فيه وبعدين يقف جنبي معايا يعني ما يجيش يقف معايا بدون اي سبق اه لازم يشايفني انا بحاول في حاجة وتعبان فيها فيقولي ايه مالك في ايه مش عاوز مساعدة اه انما لازم يخليك انت تفكر في انك تطلع ازاي من الازمة عمره ما كان يرضى ان احنا نقوله اه نتناقش معاه في ازمة كان يقولينا شوف انتوا ايه وتعالوا قولولي انتوا بتفكروا في الحل ازاي نتكلم في الحل ما نتكلمش في الازمة طيب اه قبل ما اتكلم معاك في اللي احنا بنعيشه كمان بس انا ايه انا حابب المرحلة لقوله اخترت طرق الفن ازاي اه يعني انا هو اللي اختارنا هو اللي اختارنا اه طبعا لان انا اقولك هتمثل بان فاتن حمامة اه كلمت والدتي وامي كلمت ابويا وروحت قابلتها وقابلت الاستاذ حسين كمال وكان اول فيلم عملت امبرترات مين وبعدين اتفقت مع ابويا اه ان احنا نكمل عشان بعد كده الاستاذ رمسيس نجيب كان بعد نجاح الفيلم اه عرض على ابويا ان انا اعمل افلام زي مدام فيروز اه الله يرحمها اه انه زي ما فيروز نجحت كطفلة فقال له ان الشام ممكن ينجح نعمل له افلام على كده وكان اياميها استغربت جدا ان ابويا قال لي يعني تكمل دراسة ولا تخش السينما قلت له انت ايه رأيك قال لي انا شايف ان المهم الشهادة وانك لازم تكمل دراسة يعني يكون احسن يعني لان السينما دي زي كورة ممكن تبقى موضة النهاردة وبكرة لأ زي لعيب الكورة ممكن يلعب النهاردة انما بكرة رجله تتكسر هو فعلا عارف انه في مواهب فعلا فيها نجاح لكن يمكن انه هذا النجاح يختفي بسرعة فاتفقنا وقلنا خلص جامعة وكلام من ده لغاية ما الاستاذ يوسف شهين عرض علي فيلم عودة الابن الضال وكان قبل السنوية العامة اه قبل السنوية العامة قبل السنوية العامة صفية السنوية العامة فعمل اه وفقنا وعملت الفيلم وبعد كده استنيت اه لغاية ما خلصت كلية السياحة والفنادق جمعت حلوان ادارة فنادق واشتغلت شوية في الفنادق ولقيتها اسخم من شغلانة الدكاترة قالت ابو انت توقفت عن الفن ليه لان اتفقت مع ابويا ان انا خلص دراستي وبعد انا اعمل اللي انا عايزه اه وبعد كده اه سبت الفنادق واشتغلت شوية في التجارة وطلعت ما ما انفعش في التجارة خالص لان الوضوح والمصرحة والبتاع دي ما تنفعش خالص لازم تعرف انت بتعمل ايه وحجيب فلوس منين وتقول لي ايه لده وحاجات كده فما انفعتش وقعدت سنة ونص في البيت مش عارف هعمل ايه في حياتي مع انك حقات نجاحا مبكرا في السينما فخلاص المفروض تكون حددت انك انت مكانك السينما ما كنتش محدد وكنت برضو بفكر في المستقبل وافرد ان انا منفعتش وكلام من ده فقعدت سنة ونص بدور يعني هعمل ايه بفكر تايه يعني اه وبعدين عملنا مع الاستاذ اه والله يرحمه انا اسف نسيت اسمه والمهم اه فيلم تزوير في اوراق رسمية تزوير في اوراق رسمية اما مع مخرج المخرج اه الله يرحمه انا اسف انا اسف جدا نسيت الاسماء ده اذاكرة انا اسف جدا دي ممكن افتكره احنا بنكار حاطزك اه ووقتها هو كان في لندن اه فلاقيت تليفون بيرن فبرد لقيت امي بتكلمني زيك عامل ايه قلت له انا الحمد لله كويس مش عارف قالت لي خد كلم ابوك فهاي بباس زيك عامل ايه بتاع قال لي انا كويس انت عامل ايه قلت له انا ابتديت اشتغل يعني قال لي بجد والله ابتديت ايه بتعمل ايه قلت له باعمل فيلم قال لي ايه قلت له باعمل فيلم قال لي خد كلم ابوك طبعا هي كلمتني قالت لا يا شامة بتعمل فيلم ايه بتش عارف ايه بتاع وكويس وربنا يسهل وكلام مت وفضل هو الان لمدة تلات اربع سنين يمكن لغاية ما الناس بتدوا يقولوله وشوفنا له حاجات وكان بيسأل الاستاذ صلاح السعداني والاستاذ فرغالي وعمر عبدالعزيز بس كل ده صالح سليم باسمه يعني لا يتدخل ابوي عمرو متدخل في قرار ليك عمرو متدخل في قرار اه يخص فيلي عمرو ولا اخوي ولا اتكلم لك يتوسط لك في اي شيء لا دي مصيبة دي تبقى مصيبة ده انا مرة قلت الكنترول في النادي ان انا ابن صالح سليم وقال له انا بقول له ما تعملش كده قال له انا ابن صالح سليم رجع ابوي اضربني عمري منستها لغاية النهار انك انت ازاي تقول له كان بيقول لي انا صالح سليم انت بقى مين انا لو خدتك سوق الكنتو مش هجيب تلات تعريفة انت مين انت عملت ايه طب انا صالح سليم انت مين فكرها لغاية النهار اه يعني شوف الله بعد العلاء قلت له انا الملمين انا جامد ومتين مع اننا بنشوف دلوقتي يعني يعني حكاية بتلاقي احيانا واحدة صفعة ضابط شرطة انت مش عارف انا مين او واحد بتاعنا مين فانت انا تعلمت انه يعني ده اللي تعلمته من صالح سليم اوعى تقول انا وكتبت في الفيسبوك لما حد يقولك انت مش عارف انا مين اديه له بالقلم وقوله لا انا مش عارف يعني صالح سليم بقمت وقتها يعني منعك حتى من استغلال اسمه استخدامه انك اه تماما تماما مفيش حاجة اسمها هشام صالح سليم انت اسمك هشام سليم هشام سليم بس عشان كده انت حتى عملت هشام سليم كان ممكن تختصر المسافات شوية وتقول هشام صالح سليم لا ده اللي اكتر بقى انهم في الاول كتبوا هشام صالح سليم اول ما ابتديت علشان يبيعوا باسم ابويا اه ولما اتعرفت بقى يكتبوا هشام سليم فنفس الناس اللي كانوا بيكتبوا بيقولوا ان انا بستغل اسم ابويا قالك اهو دلوقتي علشان الشهر بقى بيتنصل من اسم ابوه يعني مفيش فايدة مفيش فايدة احنا في بلدنا مفيش فايدة مفيش فايدة اي حد بيتكلم كده كده لازم الناس هتتهمك وتطلق بالشائعات مع الاسف اي حد بيتكلم اي حد بيكتب وما فيش حد بيحاسب الناس لاعك كلمة ولاعك كتابة مع الاسف طيب في مرحلة امبراطورية ميمي يعني حتى لو شوفنا منها مشاهدة هي فاتن حمامت بتقول هي هي اللي طاق ليه كيتشافيتك في قاعدة اجتماعية لا انا متربي مع ابنها وتونت فاتن تعرفني من وانا عيل صغير يعني متربي مع ابنها وكلنا بنروح انا واخويا نبات عندهم وهو كان ييجي نبات عندنا في البيت فهي عرفاني وعرفة ان انا ممكن امثل يعني حتى امي زمان كانت اي حد ييجي البيت روح ندهاني وتقول لي اعمل مبسوط اعمل عيان اعمل تعبان اعمل مش عارف ايه وتقول لي يا سلام يا شام دا انت حتبقى ممثل انترناشنال فلما كبرت قلتلها يا سلام يا مامي كان عندك قالت لي ايا حبيبي قلتلها بقيت ممثل قالت لي شوفت زي ما قلتلك قلتلها بس ميس انترناشنال محلي لا محلي بس عندك مقومات الممثل العلامي ما فكرتش في الحكاية دي انك حتى صالح سليم في لندن فانك تقول لا اللي عاوزني هي اخدني من هنا متذكر في امبراطورية مين هو فيلم من اهم كلاسيكيات السينما المصرية وهو فيلم يعني بيخلط ما بين حتى الطابع العائلي والطابع السياسي يعني فكرة الديمقراطية والانتخابات والفكرة بديعة جدا يعني فاكر ذكريات مهمة في هذا الفيلم وانتو بتعملوه فاكر ان احنا كنا عاملين الستوديو انا و احمد نجيب اللي هو اخوي الاصغر احنا برضو نعرف بعض من الزمالك وسكنين مع بعض وعائلتنا تعرف عائلة بعض وجدتي ايه صاحبة جدته يعني العائلة في بعض كن فكنا عاملين الستوديو ده ملعب كرة كانوا بيشتكوا على طول مننا ويطلعوا وقت التصوير يقولون انا هاتوا الكرة دي ومفيش كقر ومش عارف ايه وكلام من ده ده اللي انا فاكره من الحاجات اللطيفة اللي كنا بنعملها وبعدين كنت حابب جدا التمسيل مش عارف ليه حبيته جدا حبيته جدا 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 وانت مفكرتش بقى لعب كرة ما جاش يعني النادي الاهلي اللي هو صالح سليم كنت حاولت في الاول ان انا روح النادي الاهلي قلع كرة ولكن روحت فعلا ولعبت مع الاشبال تحت 11 سنة المدرسة هدراسة ولكن بما ان كنت عبقري في المدرسة فكل اول ما تبتدي تاني اسبوع كنت على طول محبوز بقى في البيت لان نمري وحشة والناس بتشتكي مني وكلام من ده فابوي طبعا يحبسك يحبسني ده دلوقتي الاب عايز يرمي ابنه في نادي ويقول له لانه نعيب الكرة بقى دجاجة طبيعي تزال لا انا والدي كان يمكن ممكن اقول لك كان عاوز يعني بعيدنا عن الكرة باي شكل لان كان عايش مشاكل الكرة ومش عاوزنا نعايش نفس المشاكل المتهية عايش المشاكل والصدمات والصراعات بتاعة الكرة والناس اللي بتكتبوا التعليقات يعني ما كانش عاوزنا يبقى لنا اي دخل بالكرة طيب عشان امزج القديم بالجديد في مسلسل كنا تكلمنا فيه وكنت حزينا انه ما تعرضش اللي هو اهل اسكندرية ايوا فان وكنا بنبحث عن الاسباب فالبعض قال اصله المسلسل يوسيق لجهاز الشرطة يعني ما تحلش ازمة المسلسل دي ما حاولش انه يعني يعني بالتأكيد شام سليم تحديدا اللي هو المحب لمؤسسات الدولة مش ممكن انه يقع في هذا الفخ يعني انه فيه مسلسل يوسيق الى اجهزة الدول لكن يظل اهل الاسكندرية حتى الان المرشد عمر التلمساني وواحد من اخصر مرشدي جماعة الاخوان عمر التلمساني الجزء ده عن الشيخ الهضيبي او الاستاذ الهضيبي الجزء التاني هيبدأ بالهضيبي وانا في الاخر عندي جزء صغير جدا حوالي 20-30 مشهد كشخصية الشيخ عمر التلمساني طيب وفيه فعلا مشابه فيه تشابه فيه الملامح بين هشام سليم وعمر التلمساني حينما كان لما كبر وهو صغير لا عمر التلمساني وهو صغير كان وشه مدور مش اه انت تعمقت في الشخصية وجبت بداياتها جبت لا قريت عنها شوية وشفت الصور وحاجة كده انما انا هتعمق اكتر لما تبقى الشخصية اكتر علشان لازم اعرف عليها اكتر اه طبعا لانه هو واحد من اخطر مرشدي جماعة الاخوان بيقولوا اخطر بس فيه ناس كتير اوي بيقولوا يمكن اكتر واحد معتدل فيهم يعني يمكن كان عنده خطة معينة ولكن لم يكن يؤمن بالمواجهة او بانه يحصل صدام مع اي حد طبعا هو النجح في اقناع الرئيس الراحل انور السادات بانه يبقى فيه نوع من الصفقة لاعادة الاخوان الى المجتمع والى الحياة السياسية بالزبط وهنا يعني ربما فيه ناس بتقول ده كويس وفيه ناس ده بيقولوا غلط هنخش برضه في مناشات وده لازم يحصل اه طبعا طيب وانا بتكلم في محطات مختلفة مع شامس اليوم خلينا ادخل كمان في المحطة الانسانية دايما بحس شامس اليوم ابو البنات يتعلق بالبنات اوي بناتو يعني وعندك مشاعر انسانية فياضة اه باتجاه اه بنات اه يعني ربما تكون كل ابو هيبقى كده يعني بس شامس اليوم زيادة شوي ليه هي شامس اليوم مش زيادة شوي هي شامس اليوم اه مع الاسف اه انا معرفش بناتي كويس اوي لان اه مراتي حرمتني منهم من ساعة ما اطلقنا اه البنتين البنتين الصغيرين الصغيرين اه الحكومة ساعدت في كده القانون ساعد في كده يعني مفيش راجل اه يشوف عياله ثلاث ساعات في الاسبوع ثلاث ساعات في الاسبوع اه انت انت بتطبق الرؤية لازم اعمل كده وبعدين لقيت ان الرؤية دي لازم اروح حتة ومضي ان انا بشوف عيالي وكلام من ده وقلت انا لا اسمح لنفسي ان انا اشوف عيالي وامضي عليهم ان انا بشوفهم يعني حسيت انها مهينة مهينة لهم ولي بس لكن عملتها عملتها مرة او اتنين عملتها تلات اربع مرات وتأثرت نفسيا انك تقابل بناتك بالشكل ده وبعدين كانوا بيجوا بقى يقولوا احنا تعبانين احنا عندنا مذاكرة احنا مش عارف ايه فما كنتش بقعد معهم حتى التلات ساعة كنت بقعد يمكن ساعة ساعة ونص وقالهم خلاص لو انتو يعني مش مبسوطين روح قصة انت العابة تسلط كمان على ده ده هشامس ليه ما هو مع بناتهم مع بنتي دول حبايبي زين الشرف واسمت اه بس هم مش عارفين هم ادي حبايبي معقول مش وصل لهم ده هشامس لا مش وصل لهم ده ده المشاعر بتحلق يعني مش وصل لهم ومش حقدر اعمل اكتر من كده عشان اوصل لهم اه لان انا اسف المفروض ان الحد التاني مهما كانت الخلافات يقولوا روحوا شوفوا بوكوا حتى لو وحش طبعا ان ده بوكوا ماذا طبعا ان هو الحفاظ على ان لازم سورة القابة بتبقى موجودة مهما كان وحش مهما كان وحش اه يعني هي ممكن توصل الخلافات العقلية الى 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 حد انه الام وانا ما بحددش يعني تكره البنات في الاب اه ممكن يوصل الخلاف الى هذا الحد ممكن اكيد يعني لو انا فيه اكيد بيحصل وفي رجالة كتير قابلتهم بيحصل لهم نفس الحكاية نفس الحكاية بالضبط لان زي ما بقول لحضرتك انا حتى لو عادت معهم ثلاث ساعات في الاسبوع هعلمهم ايه واللي هيعرفوا عن ايه ولا حاجة وماش هتقاسي اوي حتى ما بتانت تتكلم معهم بتتكلم طبعا ويعني مش عارف هتكلم معهم في ايه لان انا معرفهمش معرفش بيحبوا ايه ولا ما بيحبوش ايه هتكلم معهم في ايه اه يا وابنات ها عاملين ايه في المدرسة اه كويسين طيب جبتوا نمر كويسة اه اه طيب صابوا بعدين اه اللي هو كلام جاف معلب بس نفتح حديث بس عشان نقضي التلات ساعات دول اه نتغدى في حتى مر اه اه على الاكله خلاص وناكله سلام عليكم شكرا اه وهنا بتقول انه القوانين حتى عاجزة لانك بتقول يعني الحكومة كمان مسؤولة عن ده اه طبعا والقوانين كلها غلط القوانين كلها غلط يعني انا مش فهم ليه ما ليه ما يعودوش ستة شهر مع الاب وستة شهر مع الام ليه واللي ما ينفس اه يبقى فيه حاجة يعاقب عليها بيها يعودو شهر كمان معنا اه لما اثير هذا الموضوع طلعت ثورة من الامهات اه وقالوا انه ده الاباء حيخطفوا البنات وازاي ما هو الفكرة ان احنا بنحكم الابهات او الامهات انما بنفكرش في العيال بس صح يعني لو العيال يقدروا يتكلموا حيقولوا احنا مش عاوزين كل الكلام ده ياريك كنتم اللي اتنين تبقوا سوا انما انا مستعد ده اعود مع ابويا زي ما هو عاوز ومستعد ده اعود مع همي زي ما هي عايز المفروض بس بس طبعا هنا الحرمان من من ال من بناتك ده بيبقى بيبقى صعب جدا بيقلمك يوميا كان بيقلمني جدا لغاية ما خلاص اه رضد باللي انا فيه وخلاص وانتهينا و اكن البنات دول مقاوش موجودين مع الاسف يا معقولة توصل لهذا يعني دلوقتي في قطيعة تامة 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 والاسباب غريبة جدا يعني يعني اخر مرة جموا قالولي نرجع ونبقى كويسين وبتاع قلت لهم يا ريت بس كل ده احنا ما نعرفش بعض وحيحتاج شغل كتير قوي منا يعني مم وجيت في الصيف قلت لهم انا واخد يومين اجازع هسافر يوم اربعة هقعد خمسة وستة وارجع سبعة مم قبلها بثلاث اسابيع اه فواحدة منهم قالت لي اه بس يمكن احنا نروح راس صدر اه جنبينا هنا هما في الساحل اه جنبينا هنا في الساحل قلت لها ازاي في الساحل لا راس صدر دي في سينة ده في سينة بعملهاش علاقة بالساحل فقالت لي ها هو في 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 انا هشوف مع اصحابي واسع قلت لها طيب الاسبوع اللي بعده وكلمتهم يا بنات انا جاي الاسبوع الجاي هقعد يوم كذا وكذا قالت لي لأ اصل احنا اتفقنا مع اصحابي ان احنا يمكن نروح راس صدر قلت لها طب يعني انا هيلكوا يومين في الصيف كله حاجة شوفكم حاولي منفضلك انك انتي تفضل كلمتهم تلت اسبوع علشان انا رايح بقى خلاص كمان يومين فلاقيت بنتي بتقول لي انا في مصر قلت لها يعني انتي مش هتشوفيني قالت لي لأ احاجي لك يوم وامشي علشان اروح الرحلة مع اصحابي اصلحنا حاجزين بقى لنا فقط شوف المهم قلت لها طب بصي مش ضروري تيجي عشان مش معقولة تيجي لغاية الساحل من القاهرة عشان تشوفيني يوم وترجعي تاني تروحي رأس صدري يعني العقل ما بيقولش كده يعني المهم رحت فبسأل قالولي لأ هي ما جاتش فكلمتها قالت لي يا بابي ما انت قلت لي ما تجيش قلت لها طيب انا قلتلك انا حاجي يوم كذا وحروح يوم كذا وانا جيت يوم اربعة يوم اربعة بالليل لقيتها بتقولي انا اللي عرفه ان الناس بتسافر الصبح ما تسافرش بالليل فقلت لها طيب انا اسف وبلاش يعني خالص ان احنا نتقابل تاني يوم وصلت يوم اربعة يوم خمسة لغاية الساعة تلاتة ونص اربعة بنتي التانية ما فيش اي اتصالات ولا اي حاجة وبعدين كلمتني قالت لي انت فين قلت لها انا على البحر انت فين قالت لي انا جانب اعلان مش عارف كوكاكولا فقلت لها طيب انا جاي فروحت الساعة اربعة على مطرح ما هي المفروض موجودة ملقتهاش قعدت لحوالي خمسة ونص وبعدين حد خضني وانا قاعد وانا عمال اتفرج على البحر طلعت هي قلت لها ايا اسمت انت فين انت مش قلالي قلت لي اصل انا كنت رحت لكوافر اعمل شعري وما كنتش عارف انه هياخد وقت كده فقلت لها طيب انا امروح دلوقتي اكل وانا رايح شوي ما شفته بش بعد كده ده من امتى من من الصيف اللي فات من الصيف اللي فات وقصوى جدا انت انت بتحكي انه اب يتسول انه شوف بناته يعني اسمت بعديها كان حصل مشكلة خناء بناتي الصيف اللي فات مع ناس فكلموني فالسنة دي بعديها بعد ما رجعت لقيت تليفون الساعة اتنين الصبح من بنتي اسمت اه ففضلت اتكلم اتكلم محدش بيرد محدش بيرد قلت فيه مصيبة قعدت مستني طول يعني ما بنامش بقى وقلقان ومش عارف ايه لغاية تاني يوم الصبح كلمتها قلت لها انت كلمتيني نبرح بالليل قلت لها ازاي انا عندي قلت لها ازاي انا عندي ما تكلمينيش وانتي صحية تكلميني وانا نايمة لو الموضوع كده بلاش تكلميني فهي خدت بلاش تكلميني وما كلمتنيش اه بس واضح بقى فيه جفاء في المشاعر ما انا بقولك لازم يبقى فيه جفاء اه هم كم سنة يا شام دلوقتي دلوقتي واحدة تمنتاشر واحدة هتم سبعتاشر او تمت سبعتاشر ولا حتى السن ده ايضا سؤل اه دول دلوقتي وما كده اه انتو جبتوا الصور دي منين دي الصور دي انا مش معاي يعني بنحاول لانه انت انا عارف ان انت بتحب بناتك جدا وجايز حتى يعني الناس لما تسمع هذا الكلام دلوقتي احيانا البعض بيعني بيبقى عاوز بعض الاشارات لكن انا واثق انه المشاعر دايما ما بتموتش بتبقى داخل الاشارات لا اه شوف يا استاذ واعل اه اللي فاكر ان العلاقة بين الاهل والابناء دي هتبوز لا ويمكن تبقى اقوى كمان من لو رجعت تبقى اقوى من الفترة اللي فاكر انا واثق في يوم من الايام حيعرفوا يعني ايه اب حيعرفوا يعني ايه اه ان اسموهم سليم مش اسموهم حاجة تانية اه طبعا وحيعرفوا اه يتفهموا معايا على الان طيب لكن طبعا يعني ما فيش شك انه انه ده كمان بيستهلكك نفسيا الفنان ده لازم يبقى يعني لا ما فيش استهجاج ده كان زمان دلوقتي خلاص الحمد لله يمكن ربنا يمكن ربنا بيقول لي ابني ابعد عنهم دلوقتي علشان بعد كده يبقى في عمار ان شاء الله اه يعني ربما انه يعني تحصل المشاكل مع انه يعني من الصعب انه في يعني اه بالتأكيد انه اب يستطيع انه يبعد عدة ايام يعني عن عن بناته بس جايز اللي انت بتقوله ده يعني حالة شوية حالة فيها تعقدات كتير يا فندم تلت اربع رجالة مصر اللي متطلقين عندهم نفس المشاكل انا في جمعيات كلمتني قالت لي تعال اقف معا انت انت واضح انه الناس كلها بتطلقها لما تلاقي مشاكل زي دي بتطلقها فيها بعض بعض عاوزين نحل الكلام ده يعني ايه تلت ساعات يعني ايه تلت ساعات وتلت ساعات وفي مكان وتروح تمضي ومركز شباب ولا حديقة ولا مكان ايه ايه ازايع ازايع يعني ده انا لو رحت السجن بعمل كده علشان اروح اشوف اه ناس في السجن اعود معهم يمكن ساعة انا اعود مع عيالي اللي انا جاء مخلفهم والمفروض اكبرهم والمفروض اخد بالي منهم والمفروض اه يعني ابقى تحت امرهم تلت ساعات ده هم عندهم ساعة تروحوا ساعة تيجي بقى والله قصوى يا جماعة يعني بغض النظر بس ما يفكروش في البنت في الراجل ولا في الست اللي يحط القوانين يفكر في العيال في العيال وصالح العيال ولو الاب ولا الام مش عجبهم الكلام ده يبقى بلاش الاب ولا الام يبقى فيه عقاب للاب والام بس بس صالح العيال لا صالح الست ولا صالح الرجل هظن دي سهل يا طيب طبعا التفكير في عضية مجتمعية بهذا الشكل مش عشان هشام سليم بس هو جايز الامه اكبر بالاضافة لانه دايما هتلاقي الفنان يعني مشاعره اكبر فناني يعني مرها في الحس لكن مش اوي انت واضح انت تجمت مش اوي مش اوي ما فيه كده وفيه كده غزبا عنك بس انت اكيد كنت بتبكي يوميا لا ما ببكيش انا ما تعلمتش ان انا عيض كتير يمكن بتحصل كده لما الواحد يعني انا حصلتي مرة في برنامج وكان من كتر الضغوط وبعدين حصل ان انا افتقرت الكلام ده فانما انما عادة لا مش بكاية انا 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 واثق ان الحكمة هتنتصر في النهاية وصوت العقل وانه البنات كمان وهي بتكبر يا بي الحب ربنا خلقنا كده خلق العيال غزبا عنهم هيرجعوا لابوهم واموهم اه لا الاب ولا الام بيفكروا فيه صح غزبا عنهم لا يمكن يتنصلوا من هذا لموهم ولا ابوهم لا يمكن لا يمكن لا يمكن طيب عشان الجزء ده كمان لما لما حصلت كمان مشكلة وهي يعني يعني لانها انتهت بال بالصلح والتصالح فيعني دون خوض في في تفاصيلها برضو انت كنت كنت حزينا جدا لما حصل مأذك بنتك اللي هي القضية بتاع الفنانة ياسمينة عبد العزيز اللي انتهت بالتصالح يعني اه برضو كنت انت حزين من من اه اه طبعا من اللي حصل من الشرطة مع البنت و اه اه بس يعني صعب اول لحد يبقى عنده مثلا خمسة وثلاثين سنة و ولاقت عيلة عندها 18 سنة قدامها وتتخانق معها ان كان دي غلط او دي غلط يعني ما 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 يعني المفروض يعني لو انا عندي خمسة وثلاثين سنة ولاقت عيل بيكلمني ما مش هنكلمه يعني مش هرد عليه اصلا اه انت كان لازم يعني الناس تعمل حساب شوية لطبيعة السن يعني يعني على اقل على اقل وهل زعلتي كمان علشان طبيعة العلاقة حتى في الوسط الفني يعني انتو زملاء الموضوع انتهى بقى له سنة فبلاش نفتحه استاذ وقال يعني خلاص خلاص وانا الالحانة بغضو بشكل عام يعني مش مهمة اول الدرجات دي يعني كلنا تخانقنا وحنا صغيرين وكلنا تنرفيزنا وبتحصل فالحمد الله انتهت على خير اه وبتستطيع انك بتتجاوز كل المحن الخاصة دي وانت بتشتغل حتى يعني انا اول ما بشتغل بنسى الدنيا كلها لما بصور بنسى الدنيا كلها فعلا بتحب اله مضيق ويقولولي التصوير اقول لهم يلا واشتغل وابقى كويس واركز وكل حدا وارجع الدنيا تاني دي بقى بتاعت ربنا ليه معرفش انا كده اه اه الشغل فعلا بياخدك من كل المحن والمشاكل اصلا لو ما ركزتش في شغل هركز في ايه تاني محبوب لا والحياة ده عاملك طبيعة خاصة والله شامنا كنت الحمد لله لحد كبير اه بتحافظ على حتى وده اللي انا بسأله لك بقى انت بتحافظ على انه يعني البعض احيانا في موجة ما نشاهده ممكن يعرض عليك الكثير بتحافظ شوية على حكاية انا مش عايز اقع في الاسفاف اه طبا مش عايز اقع في السوقية لا مش عايز اقع في الاعمال لا يا فنم لان استاذ واقل الفن ده يعني ايه يعني حاجة جميلة الناس اللي بتقولك ده الواقع واقع ايه انا بسألهم سؤال واحد هل انت تحب ان بيتك يبقى زي الشرع ولا تحب لما امراتك وعيالك ينزلوا الشارع يبقوا كأنهم في بيتهم لا لا يبقوا كأنهم في بيتهم يعني بقى ماشي في الشارع بقواعد واخلاق البيت باخلاق البيت واللي عايز البيت اللي هو بقى بخلاق الشارع يرد علي اللي عاجبه كده يرد علي بس والله انت عملت التعبير اللي هو انه الانصار هزا المنجي انا عاوزين يحولوا البيوت الى شوارع يعني احنا بنحلم ان الشوارع تتحول الى بيوت قواعد البيت بالضبط بالضبط بس ده الفن انا ما شفتش فن اه اولا الفن ده بيتعمل لما تكون اه اقتصاديات الملد عالية جدا اه والناس بتتمتع بالفن وبتشوف الفن الفن ده عبارة عن ايه عن ديكور وملابس ومزيكة وغنى وقصة تعيش خيالك فيها وتتأثر حاجة حلوة اه مش معقولة ان احنا نعمل الفن حاجة وحشة يعني ايه الفاظ وبزقات ودم ومطاوي ليه مم ليه عشان كده انت ادقيقت شوية من هيمنة نموذج البلطقة يعني في الاعمال الفنية لا انا 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 اللي بدايق منه ان احنا بنستسهل وما بيهمناش احنا بنعمل ايه البلد انا بستسهل عشان اجيب فلوس وبس الفلوس مش كل حاجة مم لكن مع الاسف الاجيال اللي جاية دي ما تربيتش غير على الفلوس وبس لان اللي رأس مالية اللي موجودة هي اللي بتربي ده وبعدين بعد كل اللي شفناه خاصة في امريكا انا انا بقولها لحضرتك مم لا فيه رأس مالية ولا فيه شيوعية ولا فيه اشتراكية ولا فيه اي حاجة من المسميات الفلسطة دي مم فيه حاجة عندنا بتقول العدل اساس الملك مم اعدل بين الناس وبعدين سميها زي ما انت عايز بقى ديمقراطية اشتراكية شيوعية طرابات تتو مدام عندك عدل وقانون هتمشي كل حاجة طبعا عشان كده العدل اساس الملك اساس الملك ده اللي انا عدل اه حاكمت فعدلت فنمت يا عمر انشوفت العدل بس العدل هو الاساس هو اساس اي حاجة اه الديني عدل هتمشي اي حاجة شيوعي وكافر ورأس مالي وكل حاجة بس الديني عدل وقانون طيب بس قبل ما اطلع الفاصل ما يعني دايما بتثار هذه القضايا واحنا دخلين على رمضان تصار مسلسلات وايضا فيه افلاب فكرة السوقية بعض الالفاظ الاباحية بعض المشاهد نموذج البلطاجي هنا والعاهرة هنا نموذج منتشر انا اقول لحضرتك حاجة في رأيي ان احنا ابتدينا نبعد عن الكلام ده السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت ابتدينا نبعد عن الكلام ده ابتدينا نعمل حاجات كويسة السنة اللي فاتت من الحاجات اللي انا طلعت بيها من موسم رمضان قلت الله ده فيه شباب حلوة قوي طالح فيه ممثلين جمال طلعين فيه كتاب جمال طلعين اكتر من الف ازازة اللي موجودة دي فاحنا فيه الطريق وحتاخد وقت لان انا مش فاهم ليه الناس كلها فاكرة ان ان مدام السيسي جيه او الرئيس السيسي جيه ستين سنة من اخلاق وقيم وبدارئ ومرور وقانون ورشوة وووو ده لازم له على اقل مئة سنة عشان يركب وهو ده اللي احنا لازم نعمل حسابنا عليه اه يعني محتاج وقت بس مش هدر يعني مش هنقل لكن انا 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 اطبق اهو صحيح مفيش حد معنا عصى موسى هيحللك يا قصة صحية يحللك كل المشاكل الرئيس قال كلمة من مفيش ثلاث ايام احنا بلد فقيرة اه كل الناس مسكوز زي فقيرة واحنا عندنا واحنا عندنا واحنا عندنا لا بس هو ضواقع فعلا ان احنا بلدنا لا يا استاذ احنا مش فقرة اه احنا فقرة في حاجات تانية اه في الالتزام في الاحترام اه في اه المعاملة اه في المذاكرة في التفاني في اخلاص في المحبة بنا وبين بعض اه لما دول يبقوا فينا اعرفوا ان احنا هنبقى عندنا فلوس وعندنا 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 طول ما الحاجات دي مش موجودة يبقى احنا فقرة اه انت شايف ان الفقر مش في الفلوس والفراواط لا لان لو الفقر في الفلوس يبقى الغني كويس لا الغني مش ضرور يبقى كويس اه في اغنية منحرفين بس في اغنية ارهابيين كمان يعني بس انما الاصل المصري الصحيح اللي احنا كنا نعرفه وانا كنت بطرب عليه زمان هو ده اللي لازم نرجعه طيب ده بالتأكيد هكمله معاك لانه كمان هشام سليم اه ما يعني خلطة شوية بدايما بما بين الفن والسياسة وبلاي بعض تعليقاتك وبعض تصريحاتك والسياسة عندك دايما بمفهوم الدفاع عن القيم وعن هوية مصر وعن ما فيش بلد من غير قيم يا استاذ يعني احنا عندنا عندنا اشعار اه شعر بيقول كده طبعا هطلع فاصل اه انما الامم الاخلاق فان ذهبت ما بكر فان ذهبت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا اه شوف شوف التسيخ على الاخلاق والقيم اخلاق يعني هي الاهم يا اه يعني اتكلمنا ما بين المشاعر وما بين الفن والسياسة وحنكمل مع هشام سنيم هشام سنيم دايما هتلاقوه زي ما قلتلكو يعني كتلة من المشاعر وكتلة من الغموض ايضا وكتلة من الحزن احيانا وكتلة من الحوار الداخلي اللي بداخله واحيانا كتلة من الجلبة والضوضاء احيان تحيس انه بيصرخ برج دلو مجنون هنتكلم في دا هنكمل معاكو بعد الفاصل مشاهدينا نحييكم من جديد ما بين المشاعر والسياسة والفن والحب كمان هنكمل مع هشام سليم والحب توقف عندك لا الحب ما يقدرش هتوقف لا 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 بحب شغلي وبحب امراتي الثانية وما زلت بحب عيالي برضو وبحب اللي ربنا الدهولي الحمد لله طب الحمد لله يعني تجربة الزواج الأولى احيانا ممكن تخلي الواحد يقول يعني وداعا للحب وداعا لكن تجربة الزواج الثانية احنا الحمد لله تمنا 13 سنة عدينا الاولى بمراحل سكو الخشب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وربنا اقدر اقول عوضني احلى حاجة حصلتلي في حياتي فعلا الحمد لله فعلا يعني الزوجة الثانية كانت سندا لك وتعويضا عما حدث في السابق سنة كبيرة اوي 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 بصراحة يعني طيب وطبعا بتاعت شغب الطفولة وشقاوت الطفولة دي انتهت خلاص يعني انت قلت انا في مرحلة معينة من في الشباب اه لا في الشباب خلاص طبعا لا لا خلاص اه يعني ابقى ابقى مغفل جدا لو لو حاولت عيش حياة الشباب دلوقتي يعني صعب لأ طيب خليني تاني يعني نمزج تاني فن وسياسة تاني بس ليالي الحلمي الم يكن خطأا انه تاني تتعمل ليالي الحلمي انت عارف انه يعني كلاسيكيات الاعمال الفنية دي بيبقى لقى طعم وريحة ومزاق اه طبعا لما بتيجي تكملها او بتعدها اه يعني هتبقى طبخة متقلدة او معلبة انا مع حضرتك في وجهة النظر دي علشان في ناس كتير بيقولوا هذي بيقولوا وجهة النظر دي ولكن في وجهة نظر تانية في رأيي انا برضو اه لالحلمية كانت خلطة الحالة الاجتماعية بالحالة السياسية حصل ايه في مصر والمجتمع اضغير ازاي لو عملنا كده كل عشر سنين وندي اللي اللي حصل في الفترة الفلانية دي حصل فيها ايه ده انا مش شايف انه غلط مشكلة الحلمية في رأيي حكتين اولا طبعا مش عاوز اقارن الاستاذ اسماعيل عبدالحافظ والاستاذ اه اسماع انور عكاشر بالكتاب او المخرجين لان برا في كتاب بيكتبوا اه اه موسم اه لحلقات معينة والموسم اللي بعده كتاب تانين خالص بيكمله اه فده بتحصل يعني مش حاجة جديدة الا انا كنت خايف منه متهقلي حصل ان زي ما حضرتك قلت ان الحلمية زمان كانت بتسرد الحلمية من ايام زمان جدا اه وكان فيها القيام والموسم